بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات في السابق أخذنا تحليل انحرافات المواد المباشرة وحللناها سناي وسلاسي والآن بنأخذ انحرافات الأجور المباشرة Variance Analysis of Direct Labor في تحليلين للأجور المباشرة تحليل سناي بتكون من انحراف كفاءة وانحراف معدل أجر تحليل سلاسي انحراف الكفاءة انحراف معدل الأجر والانحراف المختلط أو المشترك وانشيط نقول في السلاسي انحراف معدل الأجر الصافي تمييزا له عن انحراف معدل الأجر في التحليل السناي التحليل السناي لانحرافات الأجور المباشرة بنبدأ الانحراف الإجمالي تكلفة فعلية بس المين للأجور عشان احنا في الأجور المباشرة ناقص تكلفة معيارية برضو للأجور عشان احنا في الأجور المباشرة يبقى لما كنا في المواد كنا بنوه تكلفة فعالية للمواد ناقص تكلفة معيارية للمواد احنا هنا بقى في الأجور نفسي تقريبا طريقة القوانين نكبر قانون ساعات فعالية في معدل أجر فعالي يعني تكلفة فعالية للأجور بتيجي من ضرب الساعات الفعالية في معدل أجر فعالي طب ناقص نفتح قوس تاني ساعات معيارية في معدل الاجر مياري لان التكلفة الميارية الوجور بتيجي من ضرب ساعات ميارية في معدل اجر مياري برضو مع مرعاة الساعات الميارية دي تتحسب ازاي نشوفها كده ويلاحظ ان الساعات الميارية دي عبر عن ايه ساعات ميارية للوحدة مضروبة في الانتاج الفعلي ويحلل هذا الانحراف ثني الى رقم واحدة الاثنين انحراف كفاءة وانحراف معدل اجر حراف كفاءة الكفاءة هنا المبسوط بها الساعات اللي هو الساعات يبناخد الشق التاني اللي هو معدل اجر يبقى معدل اجر مياري افتح قوس فرق الساعات من بعضها فرق الساعات من بعضهم اللي هي ساعات فعلية نقص ساعات ميارية طب انحراف معدل اجر ساعات فعلية وليس معيارية معيارية دي لما نيجي في التحليل السلاسي يبقى ساعات فعلية افتح قوس فرق معدلات الأجر من بعضهم فرق معدلات الأجر من بعضهم اللي هو معدل الأجر فعلي نقص معدل الأجر معياري مع ملاحظة أن مجموع انحراف الكفاءة زي انحراف معدل الأجر لازم يرجعك لانحراف لإيه الإجمال لو جمعنا الاثنين دولت لازم يرجعنا لانحراف الإجمالي